بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان درس تركيب الدوال بشرح مفصل ودقيق لسنة ثالثة ثانوي حيث أنصح بشعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي وشعبة تسير واقتصاد كما تعلمون أن في كل سنة سوف يأتي سؤال على تركيب الدوال مرة يأتي في الجزء الأول من الدالة أو في الجزء الأخير والكثير يخافون لهذا حاولت أن أقوم بشرح مفصل ودقيق للحالات الأكثر شويعا في الباكالوريا لهذا أنصحكم بمتابعة الفيديو نقطة بنقطة والذي لا يريد مشاهدة الفيديو سوف يجد رابط بي دي اف أسفل كل فيديو يمكن أن يقوم بتحميله وطبعته حيث قال واحد جيدا لعددية معرفة على اير بي جدول تغيراتها ها هو أمامكم ألف عدد حقيقي حيث ألف محصر بين واحد وماذا واثنان قال ألف شكل جدول إشارة جي لإكس على اير ثانيا قال لتكن الدالة اف ودالتها المشتقة اف فتحة المعرفتان كما يلي في كل حالة من الحالات عندنا ماذا اف فتحة لإكس تساوينا جي لإكس حيث دي اف تساوينا اير ثم عندنا اف فتحة لإكس تساوينا جي لناقص اكس والدالة معرفة على اير ثم عندنا اف فتحة لإكس تساوينا جي لإكس مربع والدالة معرفة على اير ثم عندنا كذلك اف فتحة لإكس تساوينا جي لواحد على اكس والدالة معرفة على اير نجمة ثم اف فتحة لإكس تساوينا جي لجذر اكس والدالة معرفة من الصفر إلى زائد ما لا نهاية واف فتحة لإكس تساوينا جي للغارة من اكس لما اكس كذلك يكون من الصفر إلى زائد ما المجال مفتوح ثم وقفت حل xeoioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioi وادى لها us معرفة إلى r ثم hذا y Spielerabweck وادى لها us معرفة إلى r وح evento between x وادى لها us معرفة إلى r. ثم gifinitely x هونا f لجذر x وادى لها us معرفة إلى r زائد يعني من الصفر إلى زائد minimal smooth عند الصفر. ثم عندنا s swtsfsf للغاظ طيλη وادى لها us معرفة على r نجم معرفة زائد يعني من الصفر إلى زائد ما لنا هي و것 تُعَح trabajando لأسية اكس والدالة اش معرفة على ار. قال احسب اش فتحة ل اكس يعني هنا اكيد باستعمال مركب دلتين. ثم ادرس اتجاه تغير الدالة اش في كل حالة. ولننطلق على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بنقطة. ننطلق ابنائي في الجزء الأول حيث قال قلنا جي دالة عددية معرفة على ار بجدول تغيرتها. ها هو امامكم. الفا عدد حقيقي حيث الفا محصول بين الواحد والاثنان. قال شكل جدول اشارة جي ل اكس على ار. اذا نكتب هنا جدول جدول اشارة جي ل اكس على ماذا? على مجال التعريف وهو ار. وهدفنا كليا من هذا الفيديو هو تعلم تركيب دول كيف ندرس اشارة. اذا ها هو عندنا الجدول. نكتب هنا اكس من ناقص ما نهاية. الى غاية زائد ما لا نهاية. وعندنا هنا جي ل اكس. اين تنعدم جي ل اكس انظروا تنعدم عند الفا. ها هي امامكم عند الفا. اذا نضع هنا رمز الفا وهنا رمز الانهدام. ما اسفل الصفر يكون سالب. اذا نضع ناقص. وما فوق الصفر يكون مجب نضع زائد. ها هو الان جدول. اشارة جي ل اكس اكيد سوف ينفعنا في الاسئلة القادمة. عدما انهينا مع هذا السؤال نأتي الان الى الجزء الثاني. قال لتكن الدالة اف ودالتها المشتقة اف فتحة المعرفتان كما يلي في كل حالة. اعطيت لنا الحالة الاولى اللي هي اف فتحة ل اكس تسوي لنا جي ل اكس. حيث دي اف يسوي لنا ار. السؤال هو ادرس اتجاه تغير الدالة اف يا ابناء في كل حالة ننطلق بالحالة الاولى. اذا نكتب هنا دراسة اتجاه ماذا تغير الدالة ماذا الدالة اف. نقول ندرس اشارة اف فتحة ل اكس على ماذا على ار. ومنه ماذا ومنه اشارة ماذا اف فتحة ل اكس من اشارة ماذا من اشارة جي ل اكس. واشارة جي ل اكس ابنائي ها هي امامكم انظروا تابعوا جيدا معي. ها هي الجي ل اكس. مباشرة نقول الدالة اف كيف هي اذا الدالة اف متناقصة تماما على المجال. ما هو المجال الذي فيه متناقصة هو هذا المجال الذي هو من ناقص مال نهاية الى غاية الفا. و متزايدة تماما على المجال الاخر الذي هو من الالفة الى زائد مال نهاية. في من يقول يا استاذ اذا قلنا تماما هل اجب علينا ان نقوم بفتح لا يا ابنائي. اذا قلنا حتى تماما لانها هذه تقبل الاشتقاق عند الفا حتى نفهم الفكرة جيدا. اذا يكون المجال مغلق فلا حرج في ذلك. بعدما انهينا مع الحالة هذه الاولى نأتي الان الى حالة لما نجد فيه هنا التركيب. اذا عندنا الحالة الثانية. لاحظوا ماذا قال. قال اف فتحة ل اكس تسوي لنا جي لناقص اكس. مع الدي اف ما زالت تسوي لنا ار. لاحظوا. اذا نقول دراسة كذلك اتجاه تغير الدال اف. اذا قلت الدال اف على ماذا؟ على ار. لاحظوا ابنائي وركزوا. اذا فهمتم المثال الاول سوف تفهمون كل الامثلة التي تأتي في هذا الجزء الثاني. لاحظوا نقول ندرس اشارة ماذا؟ اف فتحة ل اكس. اي من اشارة ماذا؟ لاحظوا جدا من اشارة جي لناقص اكس. لماذا؟ ها هي امكم. يمكن ان نقول لان حتى يفهم الجميع. لان اف فتحة ل اكس تسوي لنا جي لناقص اكس. انتبهوا الان ابنائي. لاحظوا جي ل اكس هنا كيف هي. سالبة. اذا نقول جي ل اكس اقل او تسوي لنا الصفر اذا كان ماذا؟ اذا كان اكس اقل او يسوي لنا الف. ها هو اكس اقل او الف. الان نقول ومنه انتبهوا جي لناقص اكس اقل او يسوي لنا الصفر. الان نحن نتحدث مع هذا الجزء الان. اذا جي ل اكس سالب. اذا كان اكس في هذه الاماكن. الان ومنه جي لناقص اكس. يعني نضع هنا ناقص. نضع هنا ناقص اكس. فنضع هنا كذلك ناقص اكس. اذا وضعت كذلك هنا لغريتم اكس. نضع هنا لغريتم اكس. اذا وضعت هنا اوسية اكس. نضع هنا اوسية اكس. اذا وضعت هنا اكس مربع. نضع هنا اكس مربع. اذا وضعت هنا واحد على اكس. نضع هنا واحد على اكس. اي عبارة نضع هنا. يجب علينا ان نضع هنا. ارجو قد فهمتم الان الفكرة العامة التي ننطلق بها في هذا الجزء الثاني. نقول ومنه جي لناقص اكس اقل او يسوي لنا الف. اذا كان ماذا؟ اذا كان ناقص اكس كذلك اصغر او يسوي لنا الف. نضرب الآن هذه المتبينة في النقص تصبح لنا أي أي X يصبح أكبر أو يسوي لنا ماذا ناقص ألف إذن جيلي نقص X سالب إذا كان X أكبر أو يسوي لنا ناقص ألف الآن كذلك عندنا الأمر جيلي X موجب إذا كان عندنا X كيف هو أكبر أو يسوي لنا ألف الآن ماذا ومنه ماذا نجد جيلي ناقص X يكون كذلك موجب إذا كان إذا وضعنا هنا ناقص X نضع هنا ناقص X إذا كان ناقص X كذلك أكبر من ألف أي نضرب في ناقص فيصبح لنا ماذا أبنائي يصبح لنا X أقل أو يسوي لنا ناقص ألف لأن هذه علينا أن نجد قيم X فنضرب هنا في الناقص الآن أرجو قد فهمتم الآن الفكرة إذا ننطلق من جيلي X قلنا يكون سالب إذا كان X في هذه الأماكن الآن نقول جيلي ناقص X كذلك سالب إذا كان ناقص X أقل أو يسوي لنا ألف يعني نضع هنا ناقص X نضع هنا ناقص X نضع هنا ناقص X نضع هنا ناقص X الآن سوف نتحصل على الجدول ها هو الآن جدول الإشارة منه سوف نلخص الآن اتجاه تغيير في هذه الحالة إذن عندنا هنا X من ناقص مال نهاية إلى زائد مال نهاية وعندنا هنا F فتحة لX أين تنعدم؟ تنعدم عندنا عندنا ناقص ألف يقول أحدكم لماذا عندنا ناقص ألف انظروا ها هي أمامكم جي أو عندنا نقول X أكبر أو يسوي لنا ناقص ألف لأنها هي جي لنقص أقل أو يسوينا الألف إذن مباشرة تصبح تنعدم لأنه أقل أو يسوي يعني إذا خط يسوي معناه يصبح لنا X ماذا يسوي؟ يسوينا ناقص ألف إذن مباشرة هنا نضع رمز الانهدام الآن كيف تكون الإشارة؟ هذا يكون سالب إذا كان عندنا X أكبر من ماذا؟ من ناقص ألف إذن يكون هذا سالب إذا كان إذن ها هي الإشارة وعندنا الأمر الآخر يكون هذا موجب يعني يحمل إشارة زائد إذا كان X كيف هو؟ أقل من ناقص ألف ها هي أمامكم يحمل إشارة ماذا؟ زائد ونحن قلنا إشارة F على X من G لناقص X ها هي أمامكم إذن هذا يحمل إشارة زائد متى؟ إذا كان X في هذه الجهة ويحمل إشارة ناقص إذا كان X عنده في هذه الجهة أرجو قد فهمتم؟ مباشرة نقول هكذا ومنه الدالة F كيف هي؟ الدالة F متزايدة تماما على المجال ما هو المجال؟ الذي هو من ناقص مال نهاية إلى ناقص ألف ومتناقص ألف إلى زائد مال نهاية أرجو قد فهمتم الآن الآن سوف نطبق على بقية الأمثل الجزء الثاني كليا نفسه الفكرة إلا أنه كل مرة تأتينا الدالة مرجعي نأتي الآن أبناء إلى الحالة الثانية كذلك وهي F فتحة لX يسعينا G لX مربع مع D F يسعينا R إذن نكتب هنا كذلك دراسة اتجاه تغير الدالة F الآن نقول ندرس إشارة ماذا؟ F فتحة لX على R أي إشارة ماذا؟ جيلي عفوا جيلي X مربع ننطلق الآن أبنائي مثلما فعلنا نقول هكذا إذن نقول جيلي X مربع أو ننطلق أولا نشرح لكم ثم نكمل جيلي X أقل أو يساوينا صفرة إذا كان ماذا؟ إذا كان عندنا X أقل أو يساوينا ألفا الآن إذا وضعت هنا التربيع نضع هنا التربيع الأمر جد جد بسيط نكمل الآن أبنائي مع هذه العلاقة الآن نجذر الطرفين تصبح لنا هكذا جذر X مربع أقل أو يساوي لنا الجذر ألفا ومنه أي تصبح لنا دائما هذه قاعدة احفظوها أن جذر X مربع في الرياضية يساوي لنا القيمة المطلقة لX أي تصبح لنا القيمة المطلقة لX أقل أو يساوي لنا الجذر ألفا وعندنا نحن القاعدة تقول قيمة المطلقة أقل من عدد فإن أي يصبح لنا X محصور ما بين ذلك العدد وما بين جزءه السالب يعني إما يساوي لنا إذا كان القيمة المطلقة لX أقل أو يساوي لنا أفا إن X محصور بين ناقص A و A ها هو العمل الأول نأتي الآن أبنائي إذا قلنا هذه واحد عندنا كذلك جيل X أكبر أو يساوي لنا الصفر إذا كان ماذا إذا كان عندنا X في هذه الأماكن هنا في هذه الأماكن فتصبح لنا X أكبر أو يساوي لنا ألفا الآن إذا ربعت هنا كذلك قلت نربع هنا بعدها ماذا ينتج نجذر تصبح لنا جذر X مربع أكبر أو يساوي لنا جذر ألفا وألفا نحن قلنا عليه أنه قيمة مجهبة لا ننسى يا أبنائي أن عندنا حيث قلنا عندنا الألفا حتى نفهم جيدا الألفا محصور بين الإثناني عفوا الإثناني والواحد وإلا كيف أدخلت عليه الجذر حتى نفهم الفكرة جيدا إذن ها هو الألفا الآن بعدها ماذا ينتج تصبح لنا القيمة المطلقة لX أكبر أو يساوي لنا جذر ألفا تقول قاعدة القيمة المطلقة لX أكبر من A فإن X يصبح ينتمي من ناقص مال نهاية إلى ناقص جذر ألفا هكذا اتحاد عفوا قلت اتحاد من عفوا مغلوق من جذر ألفا إلى ماذا؟ إلى زائد مال نهاية إنها قاعد القيمة المطلقة للسنة الأولى حتى نفهم الفكرة جيدا بعدها ماذا يمكن أن نلخص نلخص هنا الأمر كله في هذا الجدول مثل ما فعلنا في الأول إذن عندنا هنا نقول X وهنا F فتحة لX الآن عندنا ناقص مال نهاية وعندنا الزائد مال نهاية عندنا أين تنعدم؟ أكيد تنعدم عندنا ناقص جذر ألفا وعند جذر ألفا إذن هكذا وعندنا هكذا لماذا عرفنا أنها تنعدم؟ لأنها أقل أو يساوي أو أكبر أو يساوي الآن هذا يكون سالب إذا كان X أي إذا كان X محصور في هذا الجزء إذن يكون هنا سالب ويكون هذا يحمل إشارة زائد هذا يحمل إشارة ناقص وهذا يحمل إشارة زائد إذا كان عندنا X لدينا في هذا الجهة فيصبح هنا هنا زائد وهنا زائد بعدها ماذا نقول؟ نقول هكذا الدال F متزايد تماما على المجالين من هم المجالين؟ الذين يكون من ناقص مال نهاية إلى ناقص جذر ألفا والمجال الآخر لهو من جذر ألفا إلى زائد مال نهاية والدال كذلك F متناقص على إذن متناقص على المجال من هو المجال؟ الذي يكون من ناقص جذر ألفا إلى أ إذن إذا قلت إلى ألفا هكذا فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا المثال نأتي الآن إلى المثال هذا لكن يحتاج إلى نوع من التركيز قال دي أف تسوينا أر نجمة يعني مع هذا الصفر أفتح لإكس تسوينا جيلي واحد على إكس يعني هنا يصبح لنا الصفر الصفر يا أبنائي تصبح له قيمة الآن انتبهوا أرجوكم الجيلي إكس لا يؤثر فيها لكن جيلي واحد على إكس أكيد تصبح غير معرفة عند الصفر الآن نكتب أولا دراسة اتجاه تغير أدال أف على لا نقول على المجال إنما على المجالين كم عندنا الآن من مجال يا أبنائي إذن عندنا من ناقص ما لا نهاية إلى الصفر ومن الصفر إلى غاية الزائد ما لا نهاية لأن الصفر يصبح قيمة ممنوعة أولا نقول مثل ما نشرح في الأول نقول جيلي إكس أقل أو يساوي لنا الصفر إذا كان ماذا لاحظوا جيدا إذا كان عندنا الإكس أقل أو يساوي لنا ماذا أقل أو يساوي لنا ألف هذا الأمر الأول وهذا ماذا يعني إذا كان هكذا أي اسمعوا جيدا أي جيلي واحد على إكس نقول هنا أفضل ومنه جيلي واحد على إكس يكون أقل أو يسوي لنا الصفر إذا كان إذا وضعنا هنا واحد على إكس نضع هنا واحد على إكس لكن الآن يصبح لنا الصفر له قيمة في هذا المكان هنا لا يصبح له قيمة لكن هنا يصبح له قيمة إذا كان واحد على إكس أقل أو يسوي لنا ألف وأكبر من الصفر يعني هنا في هذا المكان إذا قلنا واحد على إكس أو يكون عندنا هنا كذلك واحد على اكس لأن الصفر يصبح له معنى أو واحد على اكس يصبح أقل تماما من الصفر هنا نعم جي معرفة على آر لكن هنا لا الصفر عندها قيمة ممنوعة إذن هنا يصبح الصفر مفترق الطرق لهذا قلت لكم في هذه الحالة ركزوا نقلب هذه لما نقلبها تصبح لنا اكس أكبر أو يساوينا واحد على ألفا يقول أحدك لماذا لم تضع هنا هكذا لا يا أبناء يركزوا هنا أرجوكم المقلوب لا يقلب اتجاهه مع الصفر أعطيكم مثال بسيط إذا قلنا واحد على اثنان قيمة موجبة هل معناه أن اثنان قيمة سالبة يبقى قيمة موجبة وإذا قلنا ناقص واحد على اثنان قيمة سالبة هذا يعني أن ناقص اثنان تبقى قيمة كفية سالبة الصفر لا يقلب المتبينات يا أبنائي لهذا أحذركم لأن الكثير يقول هنا هكذا لا أرجو أو كذلك أو إذا نقول أو هذا إذا قلبناه الكثير يقول ومنه اكس أكبر تماما من الصفر لا يبقى كذلك اكس أقل تماما من الصفر لهذا قلت لكم انتبهوا العدد مثلا واحد على ناقص خمسة أقل من الصفر إذا ناقص خمسة يبقى دائما أقل من الصفر هذا الأمر الأول نأتي الآن إذا قلنا هذه رقم واحد رقم اثنان جيلي اكس كيف هي أكبر أو يساوي لنا الصفر إذا كان ماذا إذا كان إذن وبعدها نقول قلت واحد على إكس يكون أكبر أو يساوي لنا ألف يعني نحن في هذا المكان الآن نقلب تصبح لنا ومنه تصبح لنا إكس كيف هو أقل أو يساوي لنا واحد على ألف وهذا بطبعه يجب أن يكون أكبر تماما من ماذا من الصفر الآن بعدها ماذا ينتج أبنائي يصبح لنا ها هو الجدول ها هو الجدول الذي سوف نعمل من أجله إذن نقول هنا إكس من ناقص مال نهاية إلى غاية الصفر يصبح لنا قيمة كيف هي قيمة ممنوعة إذن ها هو لاحظوا وعندنا ماذا وعندنا الزائد مال نهاية إذن وعندنا هنا أف فتح لإكس ركزوا هنا أرجوكم قلنا على هذه تحمل الإشارة كيف هي سالبة إذن الإشارة السالبة إذا كان عندنا الإكس كيف هو انظروا وانتبهوا إذا كان عندنا الإكس ها هو أمامكم انظروا يكون أكبر أو يساوي واحد على ألف إذن ها هو واحد على ألف تكون هنا الإنعدام إذن يكون سالبة إذا كان هنا أو كان ماذا أو كان إكس أقل تماما من الصفر كذلك الإشارة السالبة انظروا ها هي أمامكم إشارة سالبة إذا كان هنا أو هنا وتكون الإشارة هذه يعني معناها موجابة إذا وضعنا هنا الزائد حتى تفهموا إذا كان عندنا الإكس كيف هو ها هو الإكس يكون محصر بين الصفر وواحد على ألف أرجو قد فهمتم الفكرة لأن هنا المقلوب يقلب المتبينة إلا مع الصفر فلا تقلب المتبينة إذا جعلنا مقلوبها لأن لا يوجد لنا مقلوب الصفر بعدها ماذا نقول نقول هكذا الدالة كيف هي متناقسة تماما على المجالين من هم المجالين اللذان هم من ناقس مال نهاية إلى الصفر ومن واحد على ألف إلى زائد مال نهاية واحد على ألف يمكن أن نتركه مغلق لأن الدالة قبل اشتقاق عنده ومتزايد تماما على المجال كذلك المجال الذي هنا من الصفر إلى واحد على ألف لكن الصفر نتركه مفتوح لأن الدالة غير معرفة فهي أكيد غير قابلة للإشتقاق أرجو قد فهمتم وهنا ركزوا قلت كيف عملت مع الصفر هنا الدالة جي نعم غير معرفة عند الصفر لكن جي لواحد على إكس تصبح لنا الصفر عندها قيمة ممنوعة أرجو قد فهمتم كيف قمت بتقسيم هذه المجالات فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذه الحالة أبنائنا أتي الآن إلى حالة أخرى قال دي أفتو سينا من الصفر إلى الزائد من المجال المغلق وأفتح لإكس سينا جي جي لجذر إكس إذن نكتب هنا دراسة اتجاه تغير الدالة أف على ماذا على المجال من الصفر إلى زائد مال مال نهاية لاحظوا هنا أبنائي وركزوا إذن هنا لا تنسوا أن مجموعة التعريف سوف قلنا تتغير من الصفر إلى الزائد مال نهاية يعني يصبح لنا هنا الصفر ركزوا هكذا إذا جئنا إلى الصفر يبقى دائما الناقص لكن لما ننطلق الآن في العمل عندنا إذا قلنا إلى جيل إكس أقل أو يساوي أن نقلنا الصفر إذا كان ماذا إذا كان قلنا ماذا إكس أقل من ماذا أقل أو يساوي ألف الآن نقول ومنهم دائما أمر استنتاجي جي لجذر إكس أقل أو يساوي لنا الصفر إذا كان ماذا إذا كان جذر إكس نفس الشيء أقل أو يساوي لنا ألف أكيد أكبر أو يساوي لنا الصفر أن الجذر دائما قيمة مجابة نربع الطرفين إذن نربع الطرفين نلاحظ نكتبه بخط أوضح نربع الطرفين فنجد ماذا نجد تصبح لنا إكس أقل أو يساوي لنا ماذا أقل أو يساوي لنا ألف مربع هذا الأمر الأول عندنا كذلك جيلي هذه إذا سميناها واحد نأتي الآن إلى ثانيا جيلي إكس أكبر أو يساوي لنا الصفر قلنا إذا كان إكس أكبر أو يساوي لنا ماذا أكثر أو يساوي لنا ألف نقول ومنه ماذا نستنتج جيلي جذر إكس أكبر أو يساوي لنا الصفر إذا كان ماذا جذر إكس أكبر أو يساوي لنا ألف نربع الطرفين نربع الطرفين فماذا نجد أبنائي يصبح إنه إكس أكبر أو يساوي لنا ألف مربع. بعدها يمكن ان نأتي بهذا الجدول. اذا قلت نأتي بهذا الجدول لاحظوا. اذا عندنا ماذا? عندنا اكس من الصفر الى غاية الزائد مال النهاية. وعندنا هنا اف فتحة لاكس لان نقلنا اشارة الاف فتحة لاكس دائما هي من اشارة هذا جذر اكس. اذا عندنا ماذا? عندنا الف مربع هو مفترق الطرق. الان هذه تكون كيف هي? سالبة اذا كان عندنا ماذا اكس? اقل تمام اقل او يسأل لنا ماذا? اقل او يسأل لنا الف مربع. اذا سالبة تبقى هنا سالبة. وعندنا هذا يكون يحمل الاشارة زائد. اذا كان الاكس عندنا اكبر او يسأل لنا الف مربع. ها قد انتهى القضية. ان تصبح لنا نقول. ومنه ادال اف متناقسة تماما على المجال. اعفوا على المجال. من هو المجال? الذي هو من الصفر الى الف مربع. هنا يمكن حتى ان نغلقه. ومتزايدا تماما على المجال. من هو المجال ابنائي? الذي هو من الف مربع الى زائد مال نهاية. ارجو قد فهمتم. يقول احدكم يا استر لكن الدالة الجيدة الغيقة بالاشتقاق عند الصفر. لكن هنا لا دخل لها. لم نقوم باشتقاقها. انما جاءت في اشارة فقط. فيصبح لنا هذا هو. وبعدها يمكن ان نكمل جدول قد تغيرت بطريقة سليمة. لان الفيديو الاصلي هو كيف نتعلم ان نستخرج اشارة هذه العبارات. بعدما انهينا مع هذا الجزء نأتي الان الى الجزء الاخر. قال دي اف يسوي النار من جماز زائد. ارجو زائد معناه المجال مفتوح عند الصفر. قال واف فتح الى اكس تسوي النار جي للغة لثمه اكس. يعني هنا حتى نفهم جيدا. معناه انه الدي اف تسوي النار من الصفر الى الزائد. ما لا نهيه لكن مفتوح. يعني الصفر هنا كذلك يصبح له معنى. لكن في هذا الجدول بعدها في الجدول الاخر سوف يصبح قيمة ممنوعة. يعني لا تتعجل. اذا نقول دراسة اتجاه تغير الدالة اف على المجال من الصفر الى غاية الزائد. ما لا نهاية. دائما نقول ندرس اشارة ماذا? اه فتحة لايكس. اي اشارة ماذا? جيلي لغة رتم اكس. دائما في التمارين في كل الامثلة نكتب هذا الشيء في هذا الجزء. اذا نقول مباشرة سوف حتى نربح الوقت. نقول جيلي. لاحظوا جيدا. جيلي اللغة رتم اكس اقل او يسوينا الصفر اذا كان كماذا? اذا كان الاكس عندنا في هذا الاماكن. يعني يجب ان يكون لغة رتم اكس. اذا قلت لغة رتم اكس يكون اقل او يسوينا ماذا? الفا. مثل ما فعلنا في الاول. اذا لاحظوا. ارجوكم انتبهوا يا ابني احترقوا لحدكم. قلت لربح الوقت فقط. نقول جيلي لغة رتم اكس اقل او يسوينا الصفر. اذا كان عندنا لغة رتم اكس يأتيكم في هذه الاماكن. هنا اذا كان اكس اقل بما ان هنا وضع في مكاني لغة رتم اكس. نقول هذا الكلام. ندخل الاسية على كل اطار. تصبح لنا اسية لغة رتم اكس اقل او تسوي لنا اسية الفا. هذا مباشرة يذهب عندنا خاصية. اسية لغة رتم ا تسوي لنا ا مع ا قيمة مجابة اماما. معنا يسبح لنا اكس اقل او يسوي لنا اسية الفا. هذا اذا قلنا واحد. ثانيا عندنا كذلك ابنائي نقول هكذا. جيلي لغة رتم اكس اكبر او يسوي الصفر. اذا كان ماذا. اذا كان لغة رتم اكس اكبر او يسوي لنا الفا. ندخل الاسية اي تصبح لنا ماذا. اصبح لنا اكس اكبر او يسوي لنا اسية الفا. لاحظتم. يعني الامر جد جد بسيط. ثم بعدها نلخص اعمالنا في هذا الجدول الذي من خلاله نعطي اتجاه التغير. اذا عندنا هنا اكس. الصفر قيمة الان اصبح الصفر قيمة ممنوعة. هنا هكذا. وعندنا هنا زائد مال نهاية. اين تنعدم مشتقة? تنعدم عند اسية الفا. اذا هنا رمز الان ايدا. نقول اذا هنا انظروا. الاشارة هذه تكون سالبة اذا كان عندنا اكس اقل او يسوي لنا اسية ماذا? الفا. اذا هنا ناقص. ثم هذا يكون موجب اذا اذا هذا يحمل الاشارة. يعني موجب زائد. اذا كان عندنا اكس اكبر من اسية الفا. ها هو امامك. وتساوي الصفر اكيد عند دائما عند اسية الفا. لان نقول اقل او يسوي. يسوي معناه تصبح اكس يسوي لنا هنا اسية الفا. لما نقول اقل او يسوي معناه يسوي اكس يسوي لنا اسية الفا. نقول بعدها الدال اف متناقصة تماما على المجال. من هو المجال الذي هو من السفر الى اسية الفا. و متزايدة تماما على المجال. عفوا على المجال الاخر الذي هو من اسية الفا الى زائد ما لنهاية فقط. ارجو الان قد حل لغز هذا الجزء. بعدها نأتي الان ابناء الى المثال الاخر من الجزء الاول. كذلك نقول دراسة اتجاه تغير الدال اف على ماذا? على ار. لان الدالة معرفة على ار. نقول ندرس اشارة ماذا? اف فتحة لاكس. اي اشارة ماذا? جيلي اسية اكس. لاحظوا جيدا. اذا نقول هكذا. جيلي اسية اكس اقل او يسوي لنا الصفر اذا كان ماذا? او كانت. لاحظوا جيدا حتى نفهم. اسية اكس اقل او يسوي لنا ماذا? الفا. يعني نفس الشيء. في مكان ال اكس نضع اسية اكس. ومن هنا ندخل اللغارتم على كل طرف تصبح لنا ومنه اذا ومنه تصبح لنا اللغارتم اصية اكس اقل او يسوي لنا اللغارتم ماذا? اللغارتم الفا. هذا ينزل الى هنا اي تصبح لنا اكس اقل او يسوي لنا اللغارتم الفا. لان اللغارتم الاسية لان هنا حتى نفهم لغارتم حتى تفهموا كل شيء. انه اللغارتم الاسية معروف انه يسوي لنا واحد. هذا الامر اذا ها هو الامر الاول. هذه اذا سميناه واحد. ثانيا نفس الشيء. نقول جيلي السية اكس اكبر او يسوي لنا الصفر اذا كان ماذا? لاحظوا جيدا. وانتبهوا. اذا كان عندنا السية اكس اكبر او يسوي لنا ماذا? الفا. ومنه ندخل اللغارتم. نصبح لنا لغارتم سية اكس اكبر او يسوي لنا لغارتم الفا. ولا تنسى الالفا قيمة مجابة تماما. محصور بين الواحد والاثنان. هذا ينزل الى هنا اي يصبح لنا ماذا? اكس اكبر او يسوي لنا لغارتم الفا. وبعدها نلخص هذا الامر كليا في هذا الجدول. اذا عندنا ها هو الجدول الابناء ونلخص فيه كل شيء. اذا نكتب هنا اكس من ناقص ما لا نهاية الى زائد ما لا نهاية. وعندنا هنا اف فتحة ل اكس. اين تنعدم المشتقة? قلنا تنعدم عند لغارتم الفا. اذا نضع هنا الرمز. لاحظوا هذا يحمل الاشارة سالبة. اذا كان عندنا ماذا? اذا كان عندنا اكس اقل او يسوي لنا لغارتم الفا. اذا هذا يبقى هكذا. وعندنا هذا يحمل الاشارة ماذا? زائد يعني موجب. اذا كان عندنا الاكس اكبر او يسوي لغارتم الفا. ها هو امامكم. ارجو قد فهمتم الآن الغموض في هذه الاسئلة من هذا النوع. نقول الدالة. اف كيف هي? متناقصة تماما على المجال الذي هو من ناقص مال نهاية الى لغارتم الفا. ومتزايدة تماما على المجال. اعفوا على المجال الذي هو من لغارتم الفا الى زائد مال نهاية. فقط ابنائي. بعدما انهينا الآن ابنائي مع هذه الجزء الثالث. لكن ركزوا معي. قال لتكون الدالة اش المعرفة في كل حالة كما يلي. اعطيت لنا هنا ماذا? دي اش يسوي لنا ار و اش لي اكس يسوي لنا اف لناقص اكس. هنا ابنائي اعطيت لنا الدالة اش هي مركب لدالتين. دالة هنا ناقص اكس متبوعة بالدالة اف. هنا اعطيت لنا الدالة اكس مربع متبوعة بالدالة اف. هنا الدالة مقلوب بالدالة اف. هنا الدالة الجذرية بالدالة اف. هنا الدالة لغارتمية بالدالة اف. وهنا الدالة الاسية بالدالة اف. يعني هنا الاختلاف هنا كبير بين الجزء الثاني الذي كنا نتحدث عليه وهو هذا الجزء أما هنا فوق شيء آخر قال السؤال الأول أحسب أش فتحة لإكس إذن نكتب هنا أولا واحد حساب أش فتحة لإكس أولا أبنائي نلاحظ أن الدالة ماذا أش هي مركب لدالتين دالة ها هي الدالة ألفية متبوعة بالدالة أف أولا ماذا نقول؟ نقول هكذا الدالة أش قابلة للاشتقاق على مجال التعريف لكل واحدة قابل اشتقاق على المجال الذي هنا أعطيه لنا الذي هنا من ناقص مال نهاية إلى زائد مال نهاية وتصبح لنا دالتها المشتقى أش فتحة لإكس يساوي ركزوا هنا أرجوكم ما هو مشتق مركب دالتين اسمعوا أرجوكم المثال الذي نحن بسعد هذه يا أبنائي هو قلنا هو آش لإكس يساوينا آف لناقص إكس ماذا تقول قاعدة؟ تقول قاعدة مشتق البنت يعني هذه التي بالداخل مشتق البنت الذي هو ناقص إذن ناقص إكس هو مشتقه ناقص واحد في مشتق الأمة للبنت يعني البنت تبقى هي هي يا أبنائي أرجوكم اسمعوا ما هو مشتق مركب دالتين إذا جئنا مثلا للمثال الآخر وهو آش فتحة لإكس حتى تفهموا جيدا لو أتينا الآن إلى هذا وقمنا باشتقاقه ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا إثنان إكس مشتقي البنت وهو إثنان إكس في آف فتحة لإكس مربع هذا المثال الأول هذا المثال الثاني عندنا كذلك الآخر آش فتحة لإكس يساوي لو نأتي الآن إلى هذا ما هو مشتقه؟ مشتق البنت اللي هي ما هو مشتق واحد على إكس هو ناقص واحد على إكس مربع في آف فتحة لواحد على إكس لأن نقوم باشتقاق واحد على إكس تعالوا واحد على إكس لو نقوم باشتقاقها مشتق البسطي في المقامي ناقص مشتق المقامي في البسطي على المقام مربع يذهب هذا ما تبقى لكم؟ تبقى لكم ناقص ها هي ناقص واحد على إكس مربع لو نأتي الآن إلى المثال الآخر يصبح هنا آش فتحة لإكس حتى تعلموا كليا نأتي الآن إلى هذا المثال ما هو مشتقه؟ هذه مشتقه الجذر ما هو مشتق الجذر الواحد على إثنان في جذر إكس في آف فتحة لجذر إكس نأتي المثال الذي بعد آش فتحة لإكس تساوي ما هو مشتقه هذه؟ مشتقه اللغاريتم هو واحد على إكس يعني مشتق البنت هو واحد على إكس في آف فتحة لإكس ماذا؟ اللغاريتم عفوا قلت لغاريتم إكس ثم عندنا المثال الآخر هو آش فتحة لإكس تساوينا كم؟ هذه ما هو مشتقه؟ مشتق الأسية هو نفسه الأسية في آف فتحة لأسية إكس إلا أنه كل واحدة والمجال الذي نتحدث فيه إذن هنا مثال الثالث وهنا المثال الرابع وهنا المثال الخامس وهنا المثال السادس هنا عملية إنجاز مشتقات هذه الدول تعلمها معي لكن كل واحدة نقول الدالة آش قابلة للإشتقاق هنا على آر هنا على آر هنا على آر هنا على المجالين من ناقص 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 من زائد من لان الدالة الجذرية غير قابل الاشتقاق عند الصفر. وهنا كذلك من الصفر الى زائد ما لا نهاية. وهنا على ار مباشرة لان الدالة السية. بعدها ابنائنا ثم قال ثم ادرس اتجاه تغير الدالة اش في كل حالة. هنا اكيد نقول ندرس اشارة الجداء. ثم نأتي الى كل جداء سوف نتحدث عليه لوحده. اذا نأتي الى السؤال قلت لهذه بعدها نقول دراسة دراسة اتجاه تغير الدالة اش. نقول هكذا ندرس اشارة اش فتح لي اكس. اي اشارة الجداء. ما هو الجداء كل مرة لدينا جداء. اما هذا الجداء او هذا الجداء او هذا الجداء او هذا الجداء او الان قلت. اشارة الجداء في كل في كل حالة. حيث حيث ركزوا جيدا. حيث لدينا مما سبق ان ماذا. ان فتح لي اكس هي نفسها جيل اكس. يعني هنا الجدول الذي نبقى نعمل به هو نفسه جدول اشارة الج يا ابنائي. لماذا لان عندنا افتح لي اكس قلنا هي جيل اكس. يعني هذا يساعدنا في نفس الجدول الذي كنا نتعامل معه. لكن هنا عندنا عبارة عن جداءات. اذا ننطلق الان ابنائي في الحالة الاولى. اذا قلنا ماذا. قلنا ان اش فتح لي اكس تساوينا كم تساوينا ناقص افتح لناقص اكس. بعدما قمنا بعملات الاشتقاق. نقول هكذا ندرس اذا ندرس اشارة ناقص افتح لناقص اكس. حيث قلنا لدينا افتح ل اكس. قلنا تساوي لنا جيل اكس. معناه نأتي بها الجدول. اذا وهنا نقول لاحظوا جيدا اكس من ناقص مالا نهاية الى زائد مالا نهاية. وعندنا هنا افتح ل اكس. اذا قلنا اين تنعدم مباشرة هكذا. قلنا هنا عندنا ناقص وهنا زائد. ننطلق بنفس الخطة. نقول هكذا. اذا كان او قبل ان نقول اذا كان نقول افتح ل اكس اذا واحد افتح ل اكس اقل او يساوي لنا الصفر اذا كان ماذا اذا كان عندنا اكس اقل او يساوي لنا ماذا الفا. ومنه ماذا ينتج ومنه تصبح افتح لنا اكس اقل او يساوي لنا الصفر اذا كان ماذا ناقص اكس اقل او يساوي لنا الفا. نضرب في ناقص تصبح لنا اكس اكبر او يساوي لنا ماذا ناقص الفا. اذا مباشرة سوف نتحصل هذا الامر الاول. ثم عندنا ثانيا نفس الشيء عندنا افتح ل اكس اكبر او يساوي لنا الصفر اذا كان ماذا اكس اكبر او يساوي لنا الفا. ومنه ماذا ينتج ومنه ينتج لنا ان افتح لناقص اكس اكبر او يساوي لنا الصفر اذا كان ناقص اكس اكبر او يساوي لنا الفا. نضرب في ناقص ابنائي اكيد سوف تنقل بالمتبينة ايصبحنا اكس كيف هو اقل او يساوي لنا الفا. يمكن الان ان نقوم بالتلخيص ذلك في كل في هذا الجدول. لاحظوا وانتبهوا ابنائي. اذا قلت في هذا الجدول ها هو عندنا الجدول الذي نلخص خلاله هذا العمل. اذا عندنا ماذا قلنا هكذا وانتبهوا ارجوكم نقطة او نقطة ابنائي حتى تتعلموا. اذا عندنا اكس من ناقص مالا نهاية الى زائد مالا نهاية. عندنا ماذا عندنا اف فتحة لناقص اكس. اف فتحة لناقص اكس ها هي تكون تكون سالبة اذا كان عندنا الاكس اكبر من ناقص الفا. اذا عندنا ناقص الفا. اذا هنا هكذا. لاحظوا. اذا تكون هذه سالبة اذا كان اكس في هذا الموضع. وتكون هذه موجبة اذا كان اكس اقل او يساوي لنا الفا. تكون موجبة اذا كان اكس هنا. هكذا. ارجو قد فهمتم. ثم بعدها ماذا تصبح ناقص اف فتحة لناقص اكس. لماذا ابنائي لان هنا عندنا ها هو الجداء. ناقص نضرب هذه كل ينفي ناقص. فتبقى لنا الانعدام يبقى هو هو في هذه الحالة. يبقى دائما انعدم. لاحظوا ها هو امامكم. لكن اي عبارة اذا ضربت في اشارة ناقص سوف تتغير معناها تصبح لنا هنا ناقص وهنا زائد. وهو في هذا المكان نكتب هنا اش فتحة لي اكس. تصبح لنا هنا ناقص وهنا لاحظوا جير عفوا هنا ناقص نعم وهنا زائد. ها هو. لا تقول اشارة هذا في هذا اللا. ها هي الاش. تصبح لنا هنا ناقص وهنا زائد وهنا تنعدم. نقول هكذا. الاش. كيف هي ابنائي. متناقصة تماما على المجال الذي نحن. ماذا. من ناقص مال نهاية. الى ناقص الفة ومتزايدة تماما على المجال الاخر الذي هو من ماذا. لاحظوا من ناقص الفة الى زائد مال نهاية فقط. بعدما انهينا مع هذه ابنائي نأتي الان الى الجزء الثاني. لاحظوا دائما هذه نحتاجها. اذا نكتب هنا هكذا دراسة اتجاه تغير الدالة اش على ار. والدالة اش ها هي اعطيت لنا عبارتها. اذا مثل ما قلت لكم. اذا عندنا اش. ماذا. اش فتحة لكس. قلنا تساوينا مشتق البنت كم؟ هي اثنان اكس في مشتقي الام. هكذا. نقول لدراسة اش ندرس اشارة الجداء. اذا الجداء. من هو الجداء؟ الذي هو اثنان اكس في اف فتحة لكس مربعة. نحتاج دائما هذا الجدول. لاحظوا ابنائي مثل ما قلت في الاول. نقول هكذا. اف فتحة لكس مربع اقل او يساوي لنا السفر. اذا قلنا هذه واحد. اذا كان. اسمعوا جيدا. اذا كان عندنا ماذا. اكس مربع اقل او يساوي لنا الف. مثل الاول. الان تعالوا نقوم بعملية التجدير من هنا. والتجدير من هنا. ركزوا ارجوكم نقطة نقطة ابني حتى نتعلم. ثم ماذا تصبح تصبحنا القيمة المطلقة لكس اقل او يساوي لنا جدر الف لاننا تحدثنا كل شيء تحت الجدر مربع اذا خرج يخرج بالقيمة المطلقة. اي ماذا. اي يصبحنا اكس محصور بين جدر الف. قلنا وناقص جدر الف. اذا وناقص جدر الف. هذا الامر الاول. الاول. ثم نأتي الآن ثانيا. عندنا كذلك. اف فتحة لكس مربع اكبر او يساوي لنا صفر اذا كان ماذا. اذا كان عندنا الاكس مربع اكبر او يساوي لنا الف. الان نجذر مثل ما فعلنا في الاول. نجذر لانا كلا القيمتان مجبتان. تصبح لنا القيمة المطلقة لكس اكبر او يساوي لنا ماذا. اكبر او يساوي لنا جدر الف. اي ماذا. اي انه اكس يصبح ينتمي من ناقص. قلنا مال نهاية. الى ناقص جدر الف. عفوا. مغلق. هكذا. اتحاد من جدر الف. الى زائد مال نهاية. هكذا ابنائي. بعدها نأتي الان الى قلنا اشارة الجداء. وعندنا كذلك ثالثا. عندنا اثنان اكس يساوي لنا الصفر. لان هذا علينا كذلك ان نحترمه. ارجو قد فهمتم. اذا هنا لاحظوا. حتى هذه هي في الاصلة. حتى تفهموا. اثنان اكس. نأتي الان اذا قلنا اثنان اكس يساوي لنا الصفر. اثنان اكس يساوي الصفر. ومنه. نقول. اذا. كان. نلاحظوا. فإن X يسوي أكيد الصفر ونحن قلنا إشارة الجداء نأتي الآن بهذا الجدول هو الذي نلخص فيه كل هذه الإشارات إذن ها هو الجدول الأبنائي إذن عندنا ماذا قلنا X من ناقص مالا نهاية إلى غاية ماذا إلى غاية الزائد مالا نهاية عندنا قلنا F Fتحة لX مربع أين تنعدم أبنائي؟ تنعدم وقلنا عند ناقص جذر ألفة وعند جذر ألفة إذن هنا رمز الإنعدام وهنا كذلك يعدم وهنا كذلك رمز الإنعدام ثم هنا كذلك يعدم ركزوا معي ماذا قلنا؟ قلنا تكون هذه سالبة إذا كان عندنا محصول بين ناقص جذر ألفة وجذر ألفة إذن هنا عندنا إشارة ناقص وخارجا يكون مجابا مثل ما تلاحظون ها هي أمامكم موجبة إذا كان الإكس في هذا المجال وعندنا كذلك إثنان إكس أين انعدمت؟ إن عدمت عند الصفر فينزل من هنا هكذا وهنا كذلك يعدم إلا أنه هنا جاء فوجد النقص فلا دخلوا فيها هنا عبارة من الدرجة الأولى من هنا نفس ومن هنا عكس فنضع من هنا زائد زائد ومن هنا ناقص ناقص قلنا إشارة الجداء فصبح هنا عاش فتحة لإكس الناقص في الزائد يعطينا ناقص والناقص في ناقص يعطينا زائد والناقص في الزائد يعطينا ناقص والزائد في الزائد يعطينا زائد ها قد الآن وجدنا إشارة هذه المشتقة نقول الدال عاش كيف هي أبنائي إذن الدال عاش متناقصا تماما على المجالين من هم المجالين الذين هم من ناقص مال نهاية إلى ناقص جذر إذن إلى ناقص قلت جذر ألفا والمجال الأخر الذي هو من الصفر إلى جذر ألفا وعندنا ومت زايدا تماما على كذلك على المجالين الذين هم من ناقص جذر ألفا إلى الصفر والمجال الآخر الذي هو من جذر ألفا إلى زايد مال نهاية فقط أرجو قد فهمتم يعني هنا الشيء الذي زاد هو أنه عندنا هنا الجداء 2x قد أضيفت لأن هذه أرش عبر عن مركب دلتين أما الجزء الأول كانت المشتقة عبارة عن مركب دلتين هنا الدالة مركب دلتين أما الأخرى المشتقة كانت مركب دلتين حتى نفهم لهذا وجدنا هذا الاختلاف في عملية الإشارة فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى المقلوب دل مقلوب من تبعه بالدل إذا نكتب هنا كذلك دراسة اتجاه تغير الدل أرش كذلك على المجالين من هم المجالين الذين هم من ناقص مال نهاية إلى السفر والمجال الأخر هو من السفر إلى زائد مال نهاية إذن عندنا نقول ندرس إشارة ماذا؟ آش فتحة لإكس حيث آش فتحة لإكس قلنا ماذا تساوي مشتق البنت ما هو مشتق واحد على إكس قلنا هو ناقص واحد على إكس مقربع في آف فتحة لواحد على إكس تحدثنا قلنا مشتق البنت ما هو مشتق واحد على إكس هو مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع هذا ماذا يعطي لكم تعطينا ناقص 1 على x مربع وإشارة ناقص 1 على x مربع أكيد هذه القيمة مهما كان هي قيمة كيف هي قيمة سالبة تماما لأن x مربع موجب مقلبه موجب نضربه في الناقص سالب يعني سوف يؤثر في الإشارة هذه يعكسها كليا نأتي الآن أبناء بنفس الطريقة التي عملنا فيها في الجزء الأول نقول في الجزء السابق نأتي بهذا الجدول ها هو أمامكم بنفس الخطة التي تحدثنا عليها أبناء نقول هكذا لكن هنا لا تنسوا أن الصفر يوجد له نصيب يعني الصفر يصبح له قيمة في هذا ليس هنا لكن في f فتحة لوحدة على x هنا معرفة هذه على r لكن هذه لا r نجمة الآن عندنا هكذا لاحظوا وانتبهوا تصبح لنا نقول f فتحة لواحد على x أقل أو يساوي لنا الصفر إذا قلنا هذه واحد إذا كان ماذا؟ إذا كان عندنا واحد على x أقل من ألفة وأكبر من الصفر أو يعني مثل ما فعلنا في الأول لأن الصفر هنا أصبح عندنا إشكال أو واحد على x يكون أقل تماما من الصفر إما أن يكون هنا أو هنا. الآن نقلب يا أبنائي تصبح لنا واحد عفوا أو x إذا قلبنا هذا الجزء وقلت المقلوب لا يؤثر مع الصفر يعني لا تنقلب متبين مع الصفر تصبح لنا x أكبر أو يساوي لنا واحد على ألفة أو ماذا؟ أو x يبقى أصغر من الصفر لأن مقلوب هذا يبقى دائما سالب أما هذا بما أنه قيمة مجبأ مع الألفة فيبقى هو ينقلب هنا لاحظوا هنا ها هو الصفر وها هو النصفر الصفر هنا مقلوب واحد على x هو الاكس يبقى دائما سالب أما هذا واحد على اكس إذا قلب اكس وهنا واحد على ألفة وتبقى كلاهما القيمتان كيف هما القيمتان كلاهما حتى تفمان كلاهما مجبتا حتى نفهم الفكرة جيدا لاحظوا أبنائي إذن كلاهما قيمتان مجبتا نأتي الآن لنقول ثانيا فتحة لواحد على x يكون قيمة مجبا إذا كان ماذا؟ إذا كان واحد على x يكون في هذه الأماكن هنا إذا كان عندنا واحد على x أكبر أو يسوينا ماذا؟ ألفة الآن نقلب هذا مقلوب هذا ماذا؟ يصبح لنا x أقل أو يسوينا واحد على ألفة أكيد وأكبر تماما من الصفر لأن هذا مجب وهذا مجب إذا قالبناه يصبح لنا واحد على ألفة أكبر أو يسوينا x وx بطبعه يجب أن يكون أكبر من الصفر هذا لا جدال في ذلك لأن تخيلوا هذا مجب إذا قالبناه هل يصبح لنا سالب؟ لا فيصبح لنا الصفر دائما هو قيم تحتحدنا يا أبنائي حتى نفهم فكرة في قاعدة المقلوب ركزوا معي هذا مجب مقلوبه يبقى كذلك مجب حتى نفهم جيد أما إذا تركنا هذه الكتابة هكذا فهذا يعني أن حتى x يأخذ قيم السالبة لكن x لا يأخذ قيم السالبة فيبقى دائما مجب ثم بعدها نلخص كل تلك الأعمال في ما نسميه هذا الجدول مثل ما فعلنا في الحالة السابقة إذن فنقوم بالكتابات التالية إذن ننطلق الآن أبنائي لمل الجدول إذن عندنا قلنا x من ناقص مال نهاية عندنا ماذا؟ عندنا الصفر كقيمة الآن ممنوعة هكذا لاحظوا الصفر أصبح قيمة كيفية ممنوعة وعندنا هنا زائد ما لا نهاية عندنا f فتحة لواحد على x أولا أين تنعدم؟ تنعدم عندها واحد على ألف إذن هنا هكذا أبنائي وركزوا معي قلنا تكون سالبة تحمل الإشارة ناقص إذا كان x أكبر من واحد على ألفا أو x سالبة يعني من هنا تكون سالبة إذا كان في هذا الأماكن هنا سالبة وهنا سالبة وتكون مجابة إذا كان هنا هكذا إذن وعندنا كذلك أبنائي التي هي ناقص واحد على x مو ربع لأن نحن قلنا ندرس الجذاء واحد على x مو ربع واحد على x مو ربع تحدثنا عليها هذه إنها قيمة سالبة تماما معناه ناقص 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 ثم نضع هنا آش فتحة لـ x الناقص في الناقص يصبح لنا زائد والزائد في الناقص في حالي ناقص والناقص في الناقص يصبح لنا زائد نقول الآن هكذا الدالة آش كيف هي متزايدة تماما على إذا قلت على المجالين من هما الذين هما من ناقص مال نهاية إلى صفر والمجال الأخر من واحد على آلفة إلى غاية زائد مال نهاية ومتنام قصة تماما على المجال الذي هو من الصفر إلى واحد على آلفة هكذا لكن عند الصفر دائما يجب أن يكون مفتوح لأن الدالة غير معرفة فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذه الزائد الآن أبنائي إلى الحالة الرابعة إذن عندنا كذلك هنا الدالة الجذرية متبوعة بالدالة أف إذن نكتب هنا دراسة اتجاه تغير الدالة ماذا؟ الدالة آش على ماذا؟ على المجال من الصفر إلى زائد مال نهاية إذن نقول هكذا ركزوا جيدا ندرس إشارة آش فتحة لإكس حيث ماذا؟ حيث آش فتحة لإكس تساوي مشتق البنت ما هو مشتق جذر إكس؟ هو واحد على اثنان في جذر إكس في آف فتحة لجذر إكس حيث أكزو أدال آش قابلة لمن لإشتقاق لكن على المجال من الصفر إلى زائد مال نهاية لماذا هنا يا ابناء لاحظوا وانتبئوا لماذا هنا المجال مغلق لكن المجال هنا أصبح مفتوح لأن تخيئ المجال هنا مفتوح لأن الدل الجذر غير قابل الاشتقاق عند الصفر لهذا تركته يا ابني مفتوح حتى تفهموا كل شيء على هذا على المجال قلت من الصفر إلى زائد مال نهاية لماذا؟ لأن تخيلوا هذا الكسر أين ينعدم في المقام ينعدم عند الصفر إذن هو لا يمكن أن نقول واحد على صفر واحد على صفر هو مال نهاية وإذا كانت العدد المشتق مال نهاية فالدلالات قبل الاشتقاق عند الصفر الآن ننطلق مثلا لكن لا ننسي يا ابني أن هذه القيمة هذه القيمة التي أقوم بتحويطي هنا إنها قيمة موجبة على المجال الذي نحن نتحدث فيه من الصفر إلى زائد مال نهاية إذن سوف ننطلق الآن مثل ما فعلنا في الأجزاء السابقة نقول هكذا إذن لا تنسوا أن الصفر أصبح له نصيب هنا يا أبنائي هكذا لكن هنا عندنا النقص يبقى هيه نقول واحد أف ماذا أف فتح لجذر إكس أقل أو يساوي لنا الصفر هكذا إذا كان من إذا كان حتى نفهم جيدا جذر إكس أقل أو يساوي لنا ماذا ألف مع هذه القيمة أكيد هي قيمة كيف يا أبنائي إنها قيمة موجبة الآن نربع الطرفين نقول نربع الطرفين فماذا يحصل تصبح لنا إكس أقل أو يساوي لنا ألف مربع هذا الأمر الأول وهنا أكيد وهذا يكون دائما أكبر أو يساوي لنا الصفر لكن نحن نقول هكذا نحن نتفاد هنا الصفر بما أن هنا قلت نتفاد لنا الصفر هكذا وعندنا كذلك ثانيا عندنا فتحة لجذر إكس أكبر أو يساوي لنا الصفر إذا كان لدينا ماذا إذا كان لدينا جذر إكس يكون أكبر أو يساوي لنا ألف نربع كذلك نربع الطرفين نصبح لنا إكس أكبر أو يساوي لنا ألف مربع الآن سوف نأتي إلى الجدول وبه سوف نقضي على هذا المشكل إذن ها هو أمامكم هكذا إذن عندنا هنا إكس من الصفر إلى الزائد مال نهاية وعندنا ماذا وعندنا أف فتحة لمن لجذر إكس هكذا إذن من هو الذي يعدم قلنا يعدم لنا ها هو الآلف مربع إذن آلف مربع هو الذي يعدم ها هو آلف مربع وها هو آلف مربع إذن هنا نضع رمز الإنعدام وننزل إلى غاية هنا ماذا قلنا سالب إذا كان الإكس محصور هنا إذا كان الإكس محصور إذن سالب وموجب إذا كان الإكس كيف هو أكبر من إذن هنا زائد ثم عندنا كذلك واحد على إثنان جذر إكس واحد على إثنان جذر إكس قلنا قيمة موجبة مهما كان أرجو قد فهمتم ثم عندنا آش فتح لإكس إذن هنا يصبح لنا هذا الأمر هنا هكذا أبني حتى نتعلم جيدا الآن تصبح لنا ناقص وهنا زائد لماذا؟ لأن هذه القيمة موجبة فلا تدخلنا أي إشكال في الإشارات من هو المسؤول يصبح المسؤول هو آف فتحة لجذر إكس هو الذي يعني له التأثير أما هذه قيمة موجبة فلا تخلقونا أصلا نقول أدال آش كيف هي متناقسة تماما على المجال عفوا على المجال من هو المجال من الصفر إلى آلف مربع وهنا مغلق لماذا مغلق؟ لأن فرق بين الدالة ومشتقتها الدالة ومشتقتها الدالة هي معرفة عند الصفر لهذا أدخلت الصفر أما المشتقة لاحظوا الصفر يصبح لنا إشكال معه وماذا؟ والدالة من؟ والدالة آش كيف هي متزايدة تماما على المجال من هو المجال؟ الذي هو من آلف مربع إلى زائد مال نهاية أعيد أبنائي الدالة لما نتحدث معها المجال يكون مغلق عند الصفر لأن الدالة معرفة عند الصفر لكن عند المشتقة لا المشتقة ها هي أمامكم العبارة أن الصفر هو قيمة ممنوعة في هذا المكان لهذا هنا فعلت هكذا وهنا تحدثت مع الصفر قد أدخلته فقط أبنائي نأتي الآن أبنائي إلى المرحلة الأخرى كذلك لها المرحلة الخامسة إذن نقول دراسة اتجاه تغير الدالة على المجال من الصفر إلى زائد مال نهاية لأن هذا المقصد من الصفر إلى زائد مال الصفر مفتوح عنده المجال نقول ندرس إشارة آش فتحة لإكس أي أو حيث حيث ماذا حيث آش فتحة لإكس تسألنا ماذا مشتق البنت ما هو مشتق لغة إكس هو واحد على إكس في مشتق الأم للبنت دائما قلت البنت تبقى دائما هنا هكذا مع عندنا أن للعلم أن واحد على إكس في المجال من الصفر إزائد مال قيمة مجب مهما كان يعني الذي يؤثر علينا هو هذا إذن هنا عندنا كذلك الصفر الصفر يصبح له مكانة هنا لاحظوا إذن ندرس هكذا نقول واحد وانتبه معي نقول هكذا آف فتحة لغة إكس أقل أو يساولنا الصفر إذا كان ماذا إذا كان لغة إكس أقل أو يساولنا آلف يعني يكون في هذه الأماكن هكذا حتى نفهم جيدا الفكرة جيدا ندخل أسية على كل إطار تصبح لغة إكس أقل أو يساولنا أسية آلف ومنه ماذا ينتج ومنه إكس يصبح لنا أقل أو يساولنا أسية أسية آلف وأكيد من هنا أكبرت من الصفر هذه لا جدال فيها وعندنا كذلك أف فتحة للغة إكس أكبر أو يساولنا الصفر هذه إذا سميناها ثانيا إذا كان ماذا إذا كان عندنا اللغة إكس أكبر أو يساولنا آلف ندخل ندخل الأسية على كليتر نصبح لغة لغة رتم إكس أكبر أو يساولنا أسية آلف 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 أكيد عفوا نعم ننتبه جيدا نعم فإذا لاحظوا هذا قلنا دائما ينزل إلى هنا تصبح لنا ماذا تصبح لنا أي إكس يصبح أكبر أو يساولنا أسية آلف أرجو قد فهمتم الفكرة لماذا لأن لاحظوا أبنائي إذا أدخلت من هنا الأسية ومنها الأسية سوف يذهب مباشرة الأسية مع اللغار بعدها سوف نلخص ذلك كليا في الجدول ها هو أمامكم إذا قلنا هنا إكس من الصفر إلى الزائد مال نهاية قلنا والصفر أصبح قيمة ممنوعة في كل الحالات ها هو أمامكم هكذا إذن عندنا ماذا عندنا F فتح ل عفوا F فتح ل لغة عفوا ل لغة رتمة X أين تنعدم عند أسية ألفا إذن قلت أسية ألفا إذن هنا رمز الإنعدام ثم يبقى هنا رمز الإنعدام عندنا سالبة إذا كان الإكس إذن ها هي سالبة إذا كان الإكس محصور بين الصفر والأسية ومجاب في المجال الآخر وعندنا كذلك عندنا واحد على X في المجال هذا دائما قيمته مجاب لأنه لا ينعدم في المجال من الصفر إلى زائد من النهاية وتبقى لنا الآن X فتح ل X حرب الإشارات تصبح ناقص في الزائد ناقص والزائد في الزائد تصبح لنا ماذا زائد الآن نقول هكذا الدال من الدال X كيف هي متناقصة تماما على المجال من هو المجال الذي هو من الصفر إلى أسية ألف لكن الصفر مفتوح لأن الدال غير معرفة والدال X كيف هي متزايدة تماما على المجال الآخر اللي هو قلت المجال الآخر الذي هو من أسية ألف عفوا قلت من أسية ألف إلى زائد ما لنها فقط أبناء وبعدها نكمل مع جدول التغيرات وما أشبه ذلك بعدما أنهينا مع هذا المثال نأتي الآن أبناء إلى المثال كذلك المثال السادس في المثال السادس كذلك نقول دراسة اتجاه تغير الدال آش على ماذا على مجال آر نقول ندرس إشارة آش فتحة لإكس حيث ماذا حيث آش فتحة لإكس تساوي ماذا مشتق هذه مشتق البنت ما هو مشتق أسية إكس هو أسية إكس مشتق أسية إكس هو أسية إكس في آف فتحة لإسية إكس لاحظوا هنا مثل ما فعلنا في الأول نقول واحد عفوا واحد آف فتحة لإسية إكس أقل أو يساوي لنا الصفر إذا كان ماذا إسية إكس أقل أو يساوي لنا ألفا ندخل للغارتم على كل طرف صبحنا لغارتم أسية إكس أقل أو تساوي لنا لغارتم ألفا والألفا قيمة مجابة فهذا ينزل إلى هنا فصبحنا إكس أقل أو تساوي لنا لغارتم ألفا قلت لغارتم ماذا لغارتم ألفا وعندنا كذلك ثانيا ولا ننسي أبني أن هذه الأسية دائما إشارتها كيف هي مجابة يعني لا نقلق نحوها أصلا وعندنا ثانيا عندنا أفتحة لأسية إكس أكبر أو يساوي لنا الصفر إذا كان ماذا إذا كان عندنا أسية إكس أكبر أو تساوي لنا ألفا ندخل للغارتم صبحنا لغارتم أسية إكس أكبر أو يساوي لنا لغارتم ألفا والألفا بما أنه مجاب ندخل عليه صبحنا هذا ينزل تصبحنا إكس أكبر أو تساوي لنا لغارتم ألفا بعدها نأتي الآن أبنائي إلى الجدول هو الذي يلخص كل شيء سبحانه X من ناقص بالنهاية إلى زائد قلت إلى غاية الزائد ما لا نهاية عندنا أولا من F فتحة لأسية X أين تنعدم تنعدم عند لغة رتمة عفوا تنعدم قلت عند عند لغة رتمة ألفا إذن هنا رمز الإنعدام وهنا رمز الإنعدام قلنا عليها سالبة إذا كانت في هذا المجال وتكون لنا موجبة إذا كانت في هذا المجال إذن هنا زائد وعندنا أسية X مهما كان قيمتين كيف هي موجبة إذن أسية X هذه قيمة موجبة مهما كان X ينتمي إلى R وبعدها نأتي الآن إلى X فتحة لX يعطينا ناقص وهنا زائد نقول الدال X كيف هي متناقصة تماما على المجال من هو المجال أبنائي الذي هو من ناقص مال نهاية إلى لغة رتمة ألفا ومتزايدا تماما على العفو على المجال من هو الذي هو من لغة رتمة ألفا إلى زائد مال نهاية فقط أبنائي أرجو قد فهمتم الآن الفكرة العامة لهذا التركيب فهناك اختلاف بين أن تكون المشتقة لدينا F فتحة لX تسوي لنا G لX مربع وفرق أن تكون لنا دالة A لX تسوي لنا F لX مربع هنا ندرس إلا هذه الإشارة أما هنا للدراسة إشارة مشتقة هذه يا أبنائي أعلن أن نستعمل مركب دالتين أرجو قد فهمتم وجه الإختلاف أبنائي وبعدها تطبقوا على أي مثال كان إن شاء الله سوف تجدون الجواب وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على الرحمة الطهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين موجودة أسفل كل فيديو سوف تجدونه في جهة التعليقات ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته